وفي بغداد حيث الأنظار تتجه للبدء بتنفيذ استحقاقات الموازنة الاتحادية فقد طالب القائد العام للقوات المسلحة محمد شيعا سودانيا لجهزة الأمنية التوظيفة الصحيحة للموارد مع توحيد الجهد الحكومية لإدارة الأزمات والكوارث اجتماع مجلس الأمن الوطني أعلن المواجهة المباشرة مع الحركات الدينية المتطرفة وأثارها على المجتمع وسبل التصدي لها إضافة لمنع الحرائق الغامضة من تهديد أرزاق المواطنين والاستقرار الاجتماعي وفي ملف آخر وجه السودان لتقسيس قطاع أراضي سكنية لشريحة المتقاعدين مع تطبيق آلية عمل مبسطة بصدد ذلك وإمكانية اعتماد الهوية التقاعدية